شارك وزير الداخلية محمود توفيق في فعاليات اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انطلقت بالعاصمة التونسية لتعزيز التعاون الأمني العربي وتبادل الخبرات في هذا المجال وأكد وزير الداخلية موقف مصر الثابت والداعم للاستقرار العربي في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومحاولة نشر الفتن والفوضى بالعاصمة التونسية انطلقت فعاليات اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة السيد محمود توفيق وزير الداخلية لتعزيز التعاون الأمني العربي وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يحقق الاستقرار في البلدان العربية في ظل المتغيرات والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية وهو ما يتطلب تكريس الجهود المشتركة وتطوير الخطط الأمنية العربية وفقا لما أكده السيد وزير الداخلية في كلمته في الاجتماع مؤكدا على موقف مصر السابت والداعم للاستقرار العربي في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومحاولات نشر الفتن والفوضى وتؤكد مصر على موقفها السابت الدعم للاستقرار العربي والإقليمي والحفاظ على مفهوم الدولة وصون وحماية المؤسسات الوطنية باعتبارها من المقاومات الأساسية لتماسك المجتمعات والدول كما يفرض الواقع أهمية تفعيل للسراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بمشاركة ممثل وزارات الداخلية العربية ومواصلة اجتماعات الخبراء العرب المعنيين بمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها كأليات تنسيقية عربية ضرورية لمواجهة تلك التحديات وأشار وزير الداخلية في كلمته إلى مخاطر الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر المستخدمة في إذكاء الصراعات بالمنطقة والهجرة غير الشرعية مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون الأمني العربي لمواجهة هذه الأنشطة الإجرامية وكذا مواجهة التهديدات السبرانية في ضوء تنامي استخدام الفضاء الإلكتروني في الأنشطة الإجرامية والإرهابية قد أولت وزارة الداخلية اعتماما كبيرا بمجال الأمن السبراني وصرعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي سهمت في استكمال الخطوات الطموحة للدولة المصرية في برامج التحول الرقمية وترحب الوزارة بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات وسقل المهارات في هذا المجال الأمني الهام والذي أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى أنواعها وإدراقا بأن الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة النتجة عن المتغيرات المناخية تتطلب من رجل الأمن مواصلة الارتقاء بقدراته وتنمية مهاراته فقد قامت الوزارة باستحداث برنامج تدريبي متكامل في تخصص الحماية المدنية ويسعد مشاركتها أشقائها العرب في هذا البرنامج وبحث أليات تطويره كما استعرضت سيد وزير الداخلية استراتيجية وزارة الداخلية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها استكمال خطاتها للارتقاء بحقوق الإنسان في المؤسسات العقابية من خلال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل البديلة للسجون التقليدية تستكمل وزارة الداخلية خطتها لارتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية التي تعتمد على الإحلال التدريجي للسجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة ومجهزة وفقاً لأعلى المعايير والمقاييس الدولية وقد أكدت مؤشرات نتائج التجربة عقب مرور ما يزيد عن عام من إطلاقها نجاح البرامج المطبقة في إعادة صياغة شخصية المحكومة عليهم سلوكياً ومهنياً بها ساهم في دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحيين وترحب الوزارة باستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للإطلاع على نتائج تلك التجربة واستعرض وزير الداخلية أطر التعاون العربي في كافة مجالات العمل الأمني بخاصة فيما يتعلق بالأنشطة التدريبية المتنوعة التي تسهم في سقل مهارات الكوادر الأمنية العربية مؤشيراً إلى استضافة مصر العديد من الفعاليات الأمنية والتدريبية العربية ويعد الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب فرصة للإطلاع على التجارب الأمنية العربية وتبادل الخبرات ودعم جهود التنصيق فيما بينها لتحقيق الاستقرار والتنمية في بلداننا العربية